اشتركوا في القناة والروح التي هي نفقة غيبية من أمر الله والعقل الذي هو نور من عند الله شرف الله به الإنسان على سائر الحيوان فهذه العناصر الثلاثة مجتمعة هي الإنسان وعلى أساس ذلك جعل الله الدين لمصلحة الإنسان فلا يمكن أن يعيش الإنسان حياة سعادة وعزة ورخاء وطمأنينة وعدل إلا إذا أخذ بلين الله سبحانه وتعالى كله وقد جعل الله الدين ثلاثة عناصر هي الإيمان والإسلام والإحسان فالإيمان هو خطاب الله المتعلق بالعقل وهو مصلحته وترويره وإرشاده وتقويمه فإذا خلى عقل من الإيمان كان ضلالاً ومبالاً على صاحبه ولهذا فإن الفلاسفة الكبار كما قال ابن تيمية رحمه الله أعطوا ذكاءً ولم يُعطوا ذكاءً فإنهم عقول كبيرة لكنهم لم يُعطوا ذكاءً فلم يُطحِّر الله قلوبهم ولم يهدهم بتلك العقول إلى سواء الصراط والعُصر الثاني هو الإسلام وهو خطاب الله المتعلق بالبدن ففيه الأوامر الجازمة وغير الجازمة وفيه النواهي الجازمة وغير الجازمة وفيه ما أحلَّ الله سبحانه وتعالى فما أوجبه الله على الإنسان فإن ذلك يقتضي أن مصلحته متمحضة وأنها في كل الأوقات وفي كل الظروف فلا يمكن أن يأتي وقت ليس مصلحةً فيه وما جعله الله مندوبًا دلَّ ذلك على أن مصلحته راجحة في أغلب الأوقات وأغلب الأحوال وعلى أغلب الناس وما جعله الله مباحًا مستوي الطرفين دلَّ ذلك على أن مصلحته تكون تارةً وتارةً فقد تكون المصلحة فيه وقد تكون في غيره وما نهى الله عنه على سبيل الجزم وهو الحرام يدلُّ ذلك على أن مفسدته متبحضةٌ وأنه لا خير فيه ولا نفع فيه أبداً وما نهى الله عنه على وجه الكراهة دلَّ ذلك على أن مفسدته راجحةٌ غالبةٌ في أغلب الأوقات والأحيان والأشخاص والأحوال فكان الإسلام هو المنهج السوي للأبدان فإذا تركه الإنسان ولم يأخذ به سيكون مثل البهائم بل يكون أضلَّ منها لأن الحجة التي قامت عليه بعقله ووحي الله إليه لم تقم على البهائم فالبهائم لم يأتيها الوحي وليس لها عقولٌ تفهم بها وتتلقى عن الله جل جلاله ولهذا قال الله تعالى في الكفار إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلُّ سبيلاً وقال تعالى وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُوا الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَذْوَلَّهُ وقال تعالى وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون وقال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله وقد جعلهم الله أخص الخلائق جميعا فمن أعرض عن منهج الله ولم يعمل بشرائه في أوامره واجتناب نواهيه كان أخص من الكلاب والخنازير ومن الفيروسات والمكروبات الضارة ولهذا قال الله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين بيها أولئك هم شر البرية فهم شر ما برأه الله خلقه شر الخلائق جميعا والقسم الثالث أو العمصر الثالث هو الإحسان وهو مصلحة الروح وخطاب الله الموجه إليها فالروح لها إدراك تدرك به ولها إحساس تحس به ولذلك بعد الموت بعد أن يموت الإنسان ويذهب بدنه يبقى إحساس الروح فتحس بالنعيم نعيم القبر وتحس بالعذاب عذاب القبر هائدا بالله فالإحساس ليس راجعا إلى العقل وحده ولا إلى البدن وحده ولا إلى الروح وحدها كل له إحساس فالبدن له إحساس من خمس وسائل هي الحواس الخمس وهذا الإحساس الذي يرجع إلى الحس يشترك به الحيوان والإنسان فالحيوان إذا ضمئ بحث عن الماء وإذا جاء بحث عن الكلأ وإذا لامسته النار أو ضرب تألم وصاح وأولاده إذا أحست بقرب أمهاتها صاحت لها والأمهات كذلك تحنو على أولادها وهذا الإحساس إذن إحساس في ذات البدن لا علاقة له بالعقل ولا بالروح وكذلك الإحساس الروحي لا علاقة له بالبدن فأرواح أهل السعادة في حواصل طير خضر تتفيأ من ظلال الجنة وتشرب من أنهارها وتأكل من ذمارها فهي في نعيم دائم وأرواح أهل الشقاوة عائدا بالله في عذاب القبر وقد صحع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ليلة في ملئ من أصحابه فسمعوا أصوات مروعة فقال تلك يهود تعذب في قبورها هذه الأصوات ليست خارجة من الأفواه ولا هي تابعة للأبدان فقد أكلتها الترى وإنما هي أصوات ناشئة عن الأرواح وعن إحساسها وقد قال أهل العلم الفرق بين إحساس البدن وإحساس الروح أن البدن لا يرى إلا بالعينين فلا يرى إلا ما يقابله ولا يسمع إلا بالأذنين ولا يشم إلا بالأنف ولا يذوق إلا بالفم والروح تحس بكل جزء من أجزائها كل جزء من أجزائها وكل طرف من أطرافها وكل جهة من جهاتها تسمع بها وترى وتذوق وتشم في إحساسها في كلها والروح مجهولة بالنسبة إلينا يسأل لك عن الروح قل الروح من أمل ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقد جعلها الله آية من آيات وحدانيته وآيات وجوده فأنت مقر بأن لك روحا ولكنك مقر بالعجز عن إدراكها لا تستطيع أن تصفها لو قيل لك ما هل روحك كبيرة أو صغيرة بيضاء أو سوداء لا تستطيع أن تصفها فإذا عجزت عن إدراك روحك النتيب بين جمبيك وفي بدنك فكيف لا تعجز عن إدراك الله جل جلاله فلذلك تعلم أن الله قائم موجود حي لا يموت ولكنك عاجز عن تصور ذاته وإدراكه فإذا عجزت عن إدراك مخلوق هو أقرب شيء إليك لا ترى له مثالا ولا تستطيع أن تتمسه ولا أن تفسكه ولا أن تشم رائحته ولا أن تصفه بوصف أيا كان فعجزك عن إدراك ذات الله أعظم وأكبر بكثير جدا فكانت العرواح من أعظم آيات الله في الخلاة في كل شيء له آية تدل على أنه واحد لكن من أعظم آياته بالكون العرواح فهي آية من آيات الله جل جلاله هذه الروح تحتاج إلى تهذيب لأن عرواح البشر لها داء يلازم أغلبها وهو داء الطريان والتجبر والتكبر فهو داء الأرواح هذا الداء هو السبب الذي طرد به إبليس من مصاحبة الملائكة الكرام ولعن عن رحمة الله جل جلاله لأنه قال أنا خير منه وخلقتني من نار وخلقته من طيب وكل من أصيب بذاء الكبر فإنه لا يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر مثقال ذرة من كبر وهذا الكبر ليس كما يظن بعض الناس بحسن الهيئة واللباس وظهور نعم الله على عبده بل إنما هو في قلبه ولذلك قال ابن القيم إن من الفقراء من يلبس طمرين ممزقين وفي قلبه من الكبر مثل كبر فرعون فلذلك لا ملازمة بين حال الإنسان في الظاهر وبين باطنه الذي فيه الكبر فيحتاج الأرواح إلى تهذيب وهذا التهذيب هو عصر من عناصر الدين عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه هذا نوع من الإحسان ولم يعرف جميع الإحسان فالإحسان أهمه إحسان العبادة لله لأنك خلقت من أهلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا فإذا إحسنت العبادة لله هذا أهم شيء في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فستحسن عبادته وتقوم بحقه وتؤديه على وجهه ولا تنتقص شيئا منه ولا تسرق شيئا من ركوعها ولا سجودها ولا تسرق شيئا من خشوعها ولا حضورها وهكذا في كل العبادات الطاعات لأنك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فهو يراك على كل حال لا تحجم عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره يعلم السر وأخفى ونحر أقرب إليه من حبل الوريد فلذلك بحره الأدياء وأكملها فهو الدين عند الله إن الدين عند الله الإسلام كل الديانات السابقة إنما كانت ديانات مؤقتة وكانت إعداداً لهذا الدين علم الله أنها لا تصلح في كل زمان ومكان وإنما تصلح لأقوام في أوقات محددة فأرسل بها رسولاً إلى قوم نذارته فيهم وعليهم مقصورة ووقت نذارته محدد وإذا تجاوزت البشرية ذلك الطورة نسخها الله فجاء بشريعة أخرى مخالفة لها في أحكامها والذي يتفق عليه بين كل الديانات أولها وآخرها وتفحيد الله هذا الذي يتفق فيه كل أنبياء الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أحينا إليه وما وصنا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد أبناء علات معاشر الأنبياء ديننا واحد معناه هو التوحيد لله أبناء علات وهم أبناء الرجل الواحد من أمهات شتاء أو لا يبناء العلات وهذا الدين الشامل لم يترك جانباً من جوانب حياة الناس إلا جاء فيه بأمذل الحلول وأحسن التدابير فإذا نظر الناس إلى جانب المعاملة مع الله فلا يمكن أن تتقرب إلى الله بشيء غير هذا الدين الذي شرعه له فإنك لا تصل إليه بنفع ولا بضر لا تستطيع أن تتقرب إليه بشيء تنفعه به ولا تستطيع أن تتقرب إليه بدفع ضر عنه يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغون فيه فتنفعون فكيف تتقرب إليه أنتم محتاج إليه في كل أوقاتك لا تستغنع عنه لحظة واحدة وهو الحي القيوم الغني الحميد جل جلاله لا يحتاج إلى شيء من خلقه قد حمل العرش وحملت العرش فلا يحتاج إلى شيء من خلقه سبحانه وتعالى فإذا كان كذلك لابد لك من الشرع الذي تعبد الله به أنتم محتاج لتقرب إليه ولا تستطيع أن تتقرب إليه بعقلك ولا أن تصل إليه أي شيء فلذلك احتجت إلى الشرع الذي يبين لك كيف تعبد الله كذلك في تعاملنا فيما بيننا جاء هذا الشرع الحنيف بنظام دقيق يمنع الفوضى والطغيان والظلم والتجبر والاستبداد لو لم يأتي الشرع في فصل ما بيننا لكان الغني يأخذ ما احتاج إليه أو رغب فيه بالقوة والإكراه وكان الضعيف كان القوي يأخذ ما رغب فيه ويحتاج إليه بالقوة والإكراه وكان الضعيف يحتال عليه بالسرقة والخيانة فجاء الشرع الحنيف فشرع لنا البيع والإجارة والعقود فأصبح الناس يتعاقدون فيصل هذا إلى منفعته وإلى ما يرغب فيه ويصل هذا إلى منفعته وما يرغب فيه دون حاجة إلى استعمال السلاح ودون حاجة إلى استعمال القوة ودون حاجة أيضا إلى استعمال الخسائص والرذائل من السرقة والخيانة والغش وغير ذلك فكان الشرع نظاما هو أمثل الأنظمة في التعامل فيما بين الناس شرع الله فيه التعاون على البر والتقوى وحرم فيه التعاون على الإثم والعدوان وجعل فيه الناس أمام الشرع سواسية أمام الأحكام سواء لا فضل لعربيين على عجميين ولا لعجميين على عربيين إلا بالتقوى الناس سواسية كأسنان المشت إن أكرمكم عند الله أتقاكم وكذلك في المجال السياسي جاء الشرع فحدد الله فيه لنا ولاءنا لمن يكون فقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم غالبون فلم يبقى الإنسان في حيرة من أمره فأهل الدنيا المعرضون عن شرع الله في المجال السياسي يخبطون خبط عشواء فيظنون أن هذا الشخص الهولاني أو الحزب الهولاني أو الجيل الهولاني يمكن أن تحقق لهم مصالحهم فيبالغون في التقرب إليها وينفقون أموالهم ووقاتهم وجهدهم ويعادون أولياءهم وأقاربهم ويصلون إلى ما يصلون إليهم من البذل ثم في الأخير يكتشفون أنها لا تملك لهم نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً وأنها تنساهم في أول وهلة من إعلان النتائج ولا يكون بينهم وبينها صلة فلذلك احتاج البشر والسياسة إلى الرجوع إلى شرع الله فهو الذي يحدد لنا هذا الولاء بصبة دقيقة وهو الولاء المبني على عقيدة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وهنا نكتة بلاغية لطيفة وهي الاختصار فإن الله قال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا لم يقل فإنهم الغالبون قال فإن حزب الله هم الغالبون معناه إذا كان صادقاً وكان من حزب الله فإن حزب الله هم الغالبون وإلا لو قيل ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فأولئك هم الغالبون مثلاً لا اقتضى ذلك أن يكون أهل الإيمان دائماً غالبين في كل وقت لا يهزمون أبداً وهذا مخالف للسلة الكونية وتلك الأيان ومدعاونها من الناس ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين كذلك في المجال الاقتصادي كان هذا الدين نظاماً شاملاً يضمن للأفراد مصالحهم الاقتصادية ويضمن للمجتمع مصالحه الاقتصادية بالتوازن لا يطغى فيه الفرد على المجتمع ولا يطغى فيه المجتمع على الفرد فالنظريات المنحرفة منها ما يكون الفرد فيه طاغياً فيستقدم المجتمع ويعبده جميعاً ويملك هو ولا يزال يزداد ماله ويزداد تأثيره حتى يكون الآخرون كالخوال لديه وحينئذ يكون المال دولة بين الأغلياء من الناس ولا أبد حينئذ من انفجار لأن الأغلبية ستكون فقيرة وستكون عاملة كاذحة وستكون محتقرة وستثور على من يعبدها ويستغلها ويمتص عرقها وتحسده على ما هو فيه فيقتقع الحروب الأهلية والمشكلات التي لا قبل البشرية بها وفي مقابل ذلك نظريات أخرى ترى أن المجتمع هو الذي ينبغي أن يكون مالكاً لكل شيء فتتغول الدولة على حساب الأفراد فتكون الدولة هي المالكة لكل شيء هي المالكة للمستشفيات هي المالكة للتعليم هي المالكة لكل الخدمات هي المالكة لخيرات الأرض هي المالكة للسكن وهي التي تؤجره للناس وتعيره أو توزعه وهي التي توظف كل الناس الرواتب كلها من قبل الدولة المشارع كلها لا تمغلها للدولة المستشفيات كلها مملكة للدولة التعليم كلها مملكة للدولة حينئذ يبقى الفرد ما له قيمة ولذلك تتدخل له الدولة في كل شيء في الصين الشعبية الدولة تتدخل المواطن في كل شيء لا يمكن أن يولد له أكثر من ولد واحد لأن الدولة هي التي حددت له ذلك تتدخل له حتى في أولادة أولاده لأن الدولة تتغولت فكانت هي بدل أخذت الزمام من الفرد والمواطن فأصبح المواطن ما رهو كبير مشارك وفي مقابل ذلك نظريات الاقتصادية الأخرى ترى أن المجتمع ينبغي أن يكون مقسما إلى شرائع وأن هذه الشرائع تتنافس بما بينها وأن لدينا نخبة ينبغي أن تكون آخذة بزمام الأمور فهي التي تستطيع الوصول إلى المناصب العالية لأنها التي تستطيع أن تنفق الأموال في الدراسة على أولادها وتستطيع أن تحصل على الشهادات الكبرى والتخصصات النادرة وغيرها من المجتمع البقراء لا يصلون إلى ذلك المستوى فتبقى الأمور دائما بزمام أولئك الذين يقدرون على الإنفاق على أولادهم حتى يحصلوا على الدرجات العليا ويحصلوا على الشهادات الكبرى في مختلف التخصصات وحينئذ أيضا سنعود إلى الانفجار الذي ذكرناه سابقا فلابد أن يثور الناس على هذا الوضع ولا يمكن أن يقبلوا البذلة والهوانة أبداً عابدين وكذلك من هذه النظريات ما يرى أن الطبقات ينبغي أن يكون تنوعها على أساس عرقي أو على أساس لوني فاللون الفلاني ينبغي أن يكون له الحكم دائما أو العرق الفلاني ينبغي أن يكون له الحكم دائما أو له التجارة دائما ولا يمكن أن يكون الغالب الأسواق من اللون الفلاني أو من العرق الفلاني وهذا أيضا يؤدي إلى الحروب الأهلية والتحاسد والتباغض والمشكلات التي قضى عليها الشرع الحنيف فالشرع جاء فألغى الطبقية بالكلية ما لدينا في الإسلام طبقة المسلمون طبقة واحدة المسلمون جميعا إخوان في ذات الله المسلمون جميعا تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواه المسلمون جميعا ذمتهم واحدة ويسعى بذمتهم أدناهم المسلمون جميعا يجب عليهم ضرائض مشتركة كقضاء دين الميت المعصير كالإنفاق على المريض وابن السبيل المنقطع يجب عليهم جميعا من كان غنيا منهم أن يدفع زكاة ماله فيأخذ الفقراء ونصيبهم من نفس المال الذي يملكه الأغنياء وهكذا فهذا الشرع من ناحية الاقتصادية جاء بأعدل نوام وهو العذالة الاستماعية التي ليس فيها طبقات وليس فيها تغول الدولة ولا تعول الفرد وليس فيها تنويع المجتمع على أساس الطبقيين أو حقيين أو لونيين فكان هذا النظام شامل في المجال الاقتصادي كذلك في المجال الثقافي هذا الدين مضمن في هذا الكتاب الكريم وهذا الكتاب الذي هو القرآن محصور محفوظ في الصدور وفي المصاحف يحفظه الصغار والكبار وقد حوى علم الأولين والآخرين فما من شيء يحتاج الناس إليه بذقافاتهم من أخبار الماضي أو من حديث عن المستقبل الذي يأتي حتى يوم القيامة تفاصيل أخبارها عندنا يوم القيامة ما له مثال ما قامت القيامة تقطب حتى نقيس عليه لكن أخبار القيامة عندنا نقرأها في القرآن ثقافتنا ليست مختصة بالدنيا ثقافتنا وصلت الآخرة ثقافتنا جاءتنا بأخبار الماضيين نشهد عليهم جميعا أنتم الآن تشهدون أن نوحا مكث بقومه ألف سنة إلا خمسين عاما وتعرفون الأساليب التي بذلها في دعوتهم وتعرفون جواب قومه له وتعرفون ما بذل موسى مع بني إسرائيل وتعرفون ما قال عيسى لبني إسرائيل وتعرفون ما حصل ليونس عليه السلام وتعرفون ما حصل لإبراهيم حين رماه قومه في النار هذه الثقافة عندكم بالقطع اليقيني الذي لا يتزلزل ولا يقبل الشك بحال من الأحوال هذه الثقافة الحقيقية الثقافة العامة شمولاً في الزمن ماضيه وحاله ومستقبله والموثقة التي ليس في مصادرها ولا مراجئها أي نقص ولا أي خلل ولا يمكن أن يقع فيها تناقض ولا تكذيب كذلك مراعاة حاجة الناس إلى اللغات التي هي أساس الثقافة أساس الثقافة اللغة فهي عنوان التفكير كل إنسان يفكر بلغته التي هو أقوى فيها سواء كانت لغة الأمة التي تعلمها من الرضاعة أو كانت لغة تعلمها بعد ذلك هذه اللغة هي المؤثرة في تفكيره وكل يفكر بحسب لغته فهذه اللغة التي أنزل الله بها هذا القرآن هي أركض اللغات وهي أوضحها بيانا وهي أوسحها تعبيرا وهي محيطة بكل ما يخطر على البال من المعاني اللغات الأخرى غير راكدة كل يوم يسون شيئا مما كانوا يتخاطبون به بالأمس إذا جدت الآن إلى أشعار الشعراء الفرنسيين أو الإنجليز قبل مائة عام وعرضتها على الناس لا يفهمون منها إلا القليل لا يفهمها إلا المتخصصون لكن إذا أقضت أشعار الجاهليين قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم كشعر من القيس الآن وعرضته على الصبي الصغير من الناطقين بالعربية فقلت له وقف أنا بكي من ذكرى حبيب ومنزلي يشرح لك هذا الشطرة تماما كما فهمهم روالحيس فهمه هو فهذه اللغة الراكدة قليل جدا وجود الغريب فيها والغريب معناه الذي لم يعود الناس ويستعملونه في كلامه فمثلا غريب القرآن الذي ألف فيه عدد من المؤلفين الغريبين غريب القرآن هذا معناه الكلمات التي كانت مستعملة في وقت من الأوقات ولم يعود الناس ويستعملونها في كلامهم اليوم والمؤلفون الأوائل في غريب القرآن كانت كلمات القرآن الغريبة عندهم محصورة كانت مئة وعشرين كلمة ثم زاد العدد بعد ذلك ووصلت إلى ثلاثمائة كلمة ثم زاد العدد بعد ذلك ووصلت إلى خمس مئة وعشرين كلمة هي غريب القرآن اليوم عندنا فهذا كله من سعة هذه اللغة وحسن بيانها وتأثيرها من كان من أهلها فاهما لها إذا سمع هذا القرآن تأثر به تأثرا بالغا جبير بن مطعم بن عدي بن الخيار بن نوهد بن عبد مناه جاء ليعتالى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من ناس صلاة المغرب فيقرأ بسورة الطور فلما سمع أول السورة أعجبه هذا الكلام عجابا شديدا فقال هذا يمكن أن يكون شعرا أو سحرا أو نحو ذلك فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى أم يقولوا نشاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين مات الشعراء قبله ولم يبقى تأثير لأشعارهم قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا هم أصحاب عقول هل عقولهم تأمرهم بالتشكيك في هذا الكلام من غير وجه تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون هو طغيان النفوس فقط أم يقولون تقوله قد يقولون هذا الرسول فصيح بليغ ومن أسر فصيحة وبليغة فيمكن أن يكون تقول هذا القرآن من عند نفسه ثم نسبه لربه أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين هم أيضا من بني عمهيب صحاب لغا فليأتوا بآية فقط سورة فقط مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء نعم هم الخالقون هنا يفكر جبير المطعم فيقول نعم هذا ليس كلام البشر لكن من هو الرب الذي يتكلم هذا الكلام من هو فنحن مثلا يقول ولدنا آباؤنا وآباؤنا ولدهم آباؤهم إلى ما لا نهاية فأجابه الله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون إذا ادعوا ذلك بالنسبة للسلالات والآباء والأمهات من خلق السماوات والأرض لم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون ففكر قال طيب عرفنا أنه كلام الله لكن لماذا خص به محمدا من بيننا ولم يعطيه غيره فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون فالله هو مالك الخزائن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء ويختاره ما يشاء له الحكم في كل ذلك لا يسألوا عما يفعله وهم يسألون وقد اختار محمدا صلى الله عليه وسلم بين خلقين قالوا لعله وصل إلى ذلك بالحيلة فاستمع إلى كلام الله عن طريق سلم يصعد به إلى السماوة حتى يسمع كلام الله فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين ثم راجع عقيدته الشركية التي كانت لدى قريش وهي أن البلائكة بنات الله تعالى الله عما يقولنا علو الكبير وأن البلائكة هم الذين يأتونه بهذا الوحي فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى أم له البنات ولكم البنون ثم فكر فقال هذا الذي أتانا به معناه أنه يريد أن يستغلنا ويأخذ أموالنا ويتملك علينا قال أم تسألهم أجرا فهم مغرمون هل تسألهم أجرا فهم من مغرمين مثقلون أم تسألهم أجرا فهم من مغرمين مثقلون ثم بعد ذلك فكر فقال إذن هذا الرسول جاءه هذا الوحي من السماء من عند الله هذا كلام الله وليس كلامه هو ولا يريد عليه أجرا ولا يريد أن يأخذ أموالنا به لكن ما ندري هل سيتغلب على العربي أو يتغلبون عليه فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قرر الله تعالى عندهم الغيب فهم يكتبون فلم تبق له حجة فاعتقلت ركبتاه فلم يستطع القيام فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم جثا على ركبته وجاء يحمو فأسلم وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التأثير البريغ لهذا الكتاب نعم فيه الإعجاز المعنوي فيه الإعجاز التشريعي فيه الإعجاز العلمي لكن من أهم وجوه الإعجاز الإعجاز الدفضي بهذه الثقافة بهذه اللغة العظيمة كذلك من شمول هذا الدين شموله في قضية الحقوق فحقوق الإنسان في الإسلام ليست مثل حقوقه لدى الديانات ولدى القوانين ووضعه كلها فالإنسان له حقوق في الإسلام قبل مولده وله حقوق بعد مولده وهو صغير وله حقوق في كبره وله حقوق بعد مماته هذه حقوق الإنسان الحقيقية في الإسلام فهو جنين جعله الله صاحب أهلية للحوز يملك ويمكن أن يوصى له ويرث وهو جنين هذه حقوق الإنسان في بطنه ولا يحل إجهاض الحمل ولا إسقاطه وهو إفساده في الأرض وله حقوق في وقت رضائه وصغره والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وله حقوق في مختلف مراحل عمره إلى الموت وإذا مات لم تنقطع حقوقه فالقبر حبوس على المدهون فيه وهو ملك له لا ينبشه ولا يمشى عليه ما نام به غيره عليه بالذنب وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور وما ذلك إلا من حقوق الإنسان بعد الموت ومن حقوق الإنسان بعد الموت الدفن فالله سبحانه وتعالى يقول ثم أماته فأقبره لم يجعل الإنسان كالبهيمة إذا ماتت تركت حتى تنفجر على الشارع أو شرت وترمى في القمامة بل من حقوق الإنسان الدفن حتى لو كان كافرا لا بد أن يدفن من حقه ذلك وهذه الحقوق ليست مختصة بالمسلمين لا الحقوق السابقة على الميلاد ولا الحقوق اللاحقة له ولا الحقوق اللاحقة للموت كلها للجنس البشري الإنسان كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بعض الطرق يجلسون فمر بجنازة فقام لها وقف لها رسول الله فقيل إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا منفوسة هذه نفس بشرية حتى لو كانت اليهودية يقوم لها رسول الله أليست نفسا منفوسة فلذلك حقوق الإنسان عامة شاملة فيها حقوق مشتركة بين الرجال والنساء بين الذكور والإناث لا بد أن يمراعاتها فيها حقوق مجزة بها الرجال دون الرجال وكان ذلك بالعدل ومراعات الحكمة في أصل الخلقة وفي فطرة الله للإنسان الفيسيولوجية وكذلك حقوق مختصة بالمسلمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار المسلم له حقان والجار الكافر له حق الجار الكافر له حق واحد والجار المسلم له حقان وكذلك حقوق الضعفة حق الفقير واليتيم والمسكين وابن السبيل كلهم له حقوق في الإسلام كذلك حقوق الكبار على الصغار وحقوق الصغار على الكبار لن تزال أمتي بخير ما دام كبيرها يرحم صغيرها وصغيرها يوقر كبيرها حق الوالدين بالبر والإحسان ويتأكد عند كبر سنهما وضعفهما وعزهما عن العمل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وأحوج ما يكون الوالد إلى ولده في كبره وضعفه كان في الطائف رجل من ذقيه اسمه أمية بن الأسكري وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عمر فعاش مائة وعشرين سنة وكف بصره وأصيب بالارتعاش في أطرافه وقد كان قويا وكان له ولد اسمه كلاب كان أحب أولاده إليه وكان براً به فجاء سعد بن أبي وقاص يستنفر الناس للخروج إلى غزو العراق فخرج معه كلاب فضعفه ميته ولم يجد من يعتني به كما كان يعتني به ابنه كلاب فكان يقول أسعاراً منها قوله يا أم هيثم ماذا قلت أبلاني ريب المنوني وهذاني الجديداني إن ما تري حجري قد رك جانبه فقد يسرك صلباً غير كذاني أو ما تريني لا أنضي إلى سفر إلا معي واحد منكم أو إذناني ولست أهدي بلاداً كنت أسكنها قد كنت أهدي بها نفسي وصحباني أمسيت هزأاً لراعي الضأن أعجبه ما لا يريبك مني راعي الضأن إن عقب ضأنك في نجم تحفره من المواضع أي واحبسها بجنداني إن ترعى ضأن فإني قد رعيتهم بيضى الوجوه بني عمي وإخواني يبني أمية إني عنكما غاني وملغنا غير أني مرع شنفاني يبني أمية إلا تشهدا كبري فإن نأيكما والثكل مثلاني إذ يحمل الفرس الأحوى ثلاثتنا وإذ فراقكما والنأي مذلاني فبلغت الأبيات أمير المؤمنين عمر بن الخطأ فجاء إلى مكة بالحج وقد شهد أمية بن الأسكر فأرسل عمر إلى ابنه كلاب هجيئ به من العراق فسأله ماذا كنت تفعل بأبيك فقال ما هو كبير شيء في البر إلا أنني كنت أتلطف به فإذا رأيته ممسكا عن الكلام كلمته وإذا تكلم أصمت له وأصغيت له وإذا راحت الماشية غسلت قعبا وغسلت ضرع أناقة يعرفها فاحتلبت له منها بيدي وأمسكتها عليه حتى يشرب فأمره أن يحتلب اللبن كما كان يفعل وجاء عمره وأمسك اللبن على أمية فلما شم رائحته قال حرب كلاب مرب الكعبة فقال عمر الكلاب إلزم أباك حتى تواريه حتى يموته يدفن وأجرى عليه راتبه كما كان إجرى عليه العطاء كما كان يعقذه في غزوته وهذه الحقوق كذلك فيها مراعاة لأحوال الناس فالطريق له حقوق كما صحى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والمجلس قل لا يا رسول الله ما لنا أبد من مجالسنا نتحدث بها فقال فإذا أبيتم إلا المجلس بأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غضوا البصر وكفوا الأذاء وردوا السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه حقوق الطريق كذلك حقوق المسلم على أخيه وهي مفصلة إذا صلم أن ترد عليه وإذا عطس أن تشمت له وإذا دعاك أن تجيب دعوته وإذا مرض أن تعوده وإذا توفي أن تتلع جنازته هذه حقوق المسلم على أخيه وكذلك من هذه الحقوق حقوق الأمة كلها فأنت فرض من أفراد الأمة ومن حق أمتك عليه أن تحزن لحزنها وأن تسر لسرورها وأن تتحمل مسؤولية في شأنها فمن لم يهتم بأمور المسلمين فليس منه كذلك من شمول هذا الدين ترابطه فالله هو الذي بناه لا نحن نحن إذا أردنا أن نبني بنيانا يمكن أن نقيس المخاسسات والمسافات ونحدد أضلاع البناء وأعمدته وطوله في الآخر فنحن نتحكم فيه لكن هذا الدين بناء الله جل جلاله وليس بناءنا نحن وليالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان هذه الخمس بنى الله عليه الإسلام فهو لا يقبل التجزئ من أراد أن يأخذ جانبا من جوانبه وأن يترك غير ذلك الجانب لا يقبل له الإسلام ذلك فقد رد الله ذلك ونعاه على اليهود فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة وردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تأمل فمن قال أنا أخذ من الإسلام العقيدة فقط أهتم بالعقيدة فقط أو أخذ منهم الأخلاق فقط أو أخذ منهم الأمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر أو أخذ منهم الجانب السياسي فقط أو الجانب الاجتماعي فقط أو أي جانب من الجوانب ويهمل جانبا آخر فالإسلام لا يقبل ذلك لا يقبل التجزئ هو كل وقد من الله بعضه على بعض القيم القيم الاقتصادية مبنية على القيم الأخلاقية في الإسلام لو أن أي ملك من الملوك أصدر مرسوما بتحريم الربا وقال كل من تعامل بالربا فسأقطع أذره ولكنه لم يراعي القيم لم يرسخ الصدق ولا الأمانة ولا الزهد في الدنيا ولا الإيذار ولا إيذار الآخرة على الأولى ولم يجري على الناس أرزاقهم التي جعل الله تحت يده لن يستجب له أحد سيتعامل الناس بالربا من تحت ويخفو عنه ذلك ويحتال على هذا القانون لكن في تشريع الله الشمولي ما حرم الله الربا حتى أرسخ هذه القيم الأخلاقية فالمسلم لا يخون والمسلم لا يسرق والمسلم لا يغش منغشنا فليس منا والمسلم يرغبه ما عند الله ويؤثر ما عند الله بالآخرة على الدنيا الفانية والمسلم يؤثر أخاه على نفسه ويؤثرنا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة والمسلم ليست الدنيا أبلغ همه ولا مبلغ علمه ويعرف أنها عرض زائل وأن بقاء الحال من المحال فإذا ترسخ ذلك في كيان المسلم حينئذن يخرم عليه الربا لم يطالب به ولم يهتم به هذا أمر عادي يعرف أن الرزق قد خدد وروحة الأقلام وجفة الصحف وأنه لن ينال إلا ما كتب له إذا بذل كل الأسباب لا يمكن أن يجد قرشاً واحداً لم يكتب له وإذا لم يبذل كذلك أي جهد إلا ما أوجب الله عليه فسيأتيه رزقه المكتوب له على وقته فالذي يرزق النملة في ظلمات الأرض ويرزق الحوتة في ظلمات البحر ويرزق الدود بين طبقات الأرض أو في الصخور هو الذي أجرى على الخلاق جميعاً أرزاقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين من شمولية الإسلام أنه خطة شاملة لعمر الإنسان فالإنسان له خمسة أعمار العمر الأول في عالم الذر عندما كان البشر معدومين قبل إيجادهم فمسح الجبار جل جلاله وظهر آدم بيمينه ببطن أعمان وهو وادي عرفة فأخرج منه ذرية فقال آدم وإي رب من هؤلاء قال خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذرية فقال آدم وإي رب من هؤلاء قال خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون ثم خلطهم حتى ما يتميزون فناداهم فقال ألست بربكم قالوا بلى قالها مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم فكلهم دخلوا حيز الوجود لأنهم مجهة إليهم الخطاب وأحسن الجواب فهذا دليل على أنهم موجودون إذاك فكانت الخلائق جميعا إذاك موجودة ذرية آدم جميعا موجودة حين أخرجت من صلبها آدم وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غابلين هذا العمر الأول لم يبقى معنا منه إلا أمران الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهي حاجتهم للدين حاجتهم إلى معبود لو ولد إنسان في جزيرة من جزائر البحر ولم يلقى أي معلم ولا مرشد إذا عقل لابد أن يبحث عن شيء يعبده إذا هذي إلى عبادة الله عبده وإلا عبد حجرا أو شجرا أو أي شيء يكبر في صدره لكن هو مفطور على العبودية الأمر الثاني التعارف الناس جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف فأنت الآن تراوج إنسان لم تسبق لك به معرفة وقد لا تتفاهم معه في اللغة لكن تجد نفسك مجذبة إليه وحبة له كأنك عشت معه من قبل والتعارف كان في ذلك العالم الأول في العمر الأول العمر الثاني هو عمرنا الآن فوق الأرض من نفخة الروح في الجنين وهو هفطن أمه إلى انتزاع الروح منه عند الموت وهو عمر العمل وهو أقصر الأعماء والعمر الثالث عمر الإنسان تحت الأرض في البرزة بعد الموت والعمر الرابع هو عمر الإنسان فوق الساهرة في المحشر والعمر الخامس هو عمر الإنسان الأبدي السرمدي إما في جنة أو في نار وهذا العمر الأقصر وهو العمر فوق الأرض هو عمر التكليف وهو العمر المركزي بين الأعماء العمر الثاني هو العمر المركزي المؤثر فيما سواه من نجح في هذا الامتحان اليوم في هذا العمر فهو ناجل في العمر البرزخي وهو ناجل في بوق الساهرة وهو ناجل في الجنة إن شاء الله ومن لم ينجح فيه فسيجد عذاب قبله البرزخ ويجد العرقة والشدة في الوحشر ونعوذ بالله يصير إلى النار في العمر الأخير اشتركوا في القناة